أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام ومتابعين وإنما كنتم داخل وخارج حدود مملكتنا بهذا الصباح الجميل وأيضاً بفقراتنا وأيضاً فضلاً وليس أمراً مشاركتكم بكافة التعليقات أو إرسال الرسائل من خلال هذه الفقرة اليوم سنتحدث عن منصة التعليم الرقمي لجامعة الحسين التقنية ودائماً كما نعلم هذه الجامعة قديش اليوم هناك تخصصات جديدة ممكن تكون الآن في الأصر الحالي مثل الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي والكثير من التخصصات المهمة وفي الفترة حالية ستحدث أكثر اليوم مع ميح جازي مديرة التعليم الرقمي في جامعة الحسين التقنية يسعد صباحك ويعطيك العافية صباح النور أهلاً سهلاً سهلاً فيك أهلاً سهلاً نورتينا بيوم جديد ولما بنقول جامعة الحسين التقنية يعني صراحة ما بيخطر عبالنا إلا التطور اللي عم بصير داخل هذه الجامعة فعلاً كل مرة عم تبهرونا بالأفكار اللي بتقوموا فيها داخل الجامعة منصة تعليمية يعني منصة بنقدر من خلالها نتعلم وناخد دورات ناخد ترينينج أونلاين نعرف أكثر عن هاي المنصة ومين الأشخاص اللي بيقدروا يستفيدوا منها تمام شكراً أول إشي على الاستضافة الجميلة وسعيدين جداً أن معاكم اليوم ونحكي لكم أكثر عن الأشياء والمشاريع والمبادرات تبع جامعة الحسين التقنية إحنا في الجامعة هدفنا اللي بنركز عليه دائماً هو الجاهزية لسوق العمل وجامعة الحسين التقنية دائماً بتحرص أنه توفر فرصة لكل الشباب في كل الأردن أنهم هم يحصلوا على تعليم وتدريب نوعي فمن خلال منصة التعلم الرقمية اللي تم إنشاؤها من مركز التعلم الرقمي في جامعة الحسين التقنية هاي المنصة التعليمية بتوفر مسارات تعليمية مسرعة بمدة لا تتجاوز الست أشهر في مجالات تقنية متخصصة بالهندسة والآي تي والبزنس تكنولوجي أو تكنولوجيا الأعمال للشباب في كل الأردن سواء كانوا على مقاعد الدراسة في الجامعات أو الخريجين الجدد أو الأشخاص اللي أصلاً بيشتغلوا وبيتطلعوا أنهم هم يطوروا من مقاعدهم الوحيثية أو يمكن حابين أنهم هم يغيروا بالدومين اللي بيشتغلوا فيه ويطوروا حالهم بمجالات مختلفة فهاي المنصة بتوفر مسارات تعليمية ديجيتال أو فلي أونلاين بقدر الشخص اللي بده يتعلم أنه هو يسجل عليها ويأخذ هذا التدريب ويكون عنده أكسس على كل المحطات تعليمية الموجودة كيف الواحد يقدر يشارك بهذه المنصة؟ كيف يمكن يسجل بهذه المنصة أو يتعلم؟ يعني أنا اليوم مثلا عندي حب أني أطول من ذاتي بأدوات معينة بالتخصصات التي تفضلت فيها كيف أقدر اليوم أسجل وأشارك بهذه المنصة أيضا؟ طمام هلأ جامعة الحسان التقنية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ومؤسسة عبدالله الغرير أطلقنا قبل فترة مبادرة اسمها مبادرة نمو على منصة HTX هذه المبادرة تستهدف أربع ألاف شاب وصبية من كل الأردن من جميع المحافظات ومن كل الجامعات يقدرون أنهم يقدموا على HTX ويكون عندهم أكسس والتقديم كثير بسيط والتقديم يشمل أكثر من جانب من خلال هذه المنحة المقدمة للأربع تلاف شخص يقدر كل حدا بيحصل على هذه الفرصة أنه يكون عندهم أكسس للتدريب أو للمسار التعليمي المسرع زائد أكسس لإنجليش كورس بيطور مهاراته باللغة الإنجليزية اللي بنحتاجها بسوق العمل إنجليش فور بزنس إحنا بنقول زائد مساق تعليمي متخصص في تطوير مهارات البحث عن عمل ومهارات السوفت سكلز والمهارات اللي بتخليه يعرف كيف يعمل سيفي كيف يعمل أنترفيو كيف يكون جاهز لسوق العمل إلى جانب المسار التعليمي التقني المتخصص في المجال اللي هو أقدمه بيقدر يعمل أكاونت على HTX يقدم على مبادرة نمو رح يلاقي الأبليكيشن موجودة بيقدم معلومات بسيطة وشوي تفاصيل منطلبها منه بيوصل الأبليكيشن للجامعة بيتم تقييمه وبينرد على كل طالب على حدة إيش أكتر إيش بناسبه وإيش نتيجة الأبليكيشن طبعته وبالتالي بيوصلوا أكسس لهذا الأونلاين كورس يعني الأشخاص اللي حابين يحضروا لتريننج اللي موجود على المنصة الرقمية التعليمية لازم يسجل بمبادرة نمو لحتى يكون عنده الأكسس ياخد هذا لتريننج 100% طيب خلينا نوضح هي منحة أنت قلت فالموضوع مجاني للأشخاص اللي انتسبوا لهاي المنصة التريننج اللي موجود على المنصة كيف هو هل هو فيديوهات هل هو مشروح شرح كتابة ولا الاثنين مع بعض هذا سؤال نحن نشوف فيديو الآن عشان ننوه كمان آه تمام هلأ إحنا زي ما عم بنشوف بالفيديو التعلم على اتش تيو اكس إحنا حاولنا أنه يكون شكل التعلم مبتكر ويحاكي شكل التعلم اللي بناسب اختلافات الناس وبناسب احتياجاتهم وبناسب شكل حياتنا الجديد أو إحنا بنعرف قد الناس صاروا كتير بناسبهم الانلاين تريننج فإحنا لما تم تصميم المسارات التعليمية أول إشي هم المسارات مقسمين زي ما قلت لكم لثلاث أجزاء رئيسية أو ثلاث أجزاء رئيسية مجالات تطبيقية مجال الهندسة وفيه أكتر من مسار تعليمي ومجال الـ IT بيلاقي فيه الطالب أكتر من مسار بيقدر يسجل بواحد منهم ومسار تكنولوجيا الأعمال هلأ جوه كل مسار تعليمي فيه أكتر من جزئية والمسار التعليمي مقسم لأجزاء تعليمية مصغرة كورسات صغيرة كلما الطالب يخلص الجزء بينتقل للجزء اللي بعده وبياخد شهادة الجزء اللي هو خلصه جوه هذا الكورس أو جوه هاي المسارات التعليمية نحن نقسم المحتوى لأجزاء أول جزء هو جزئية التعلم كيف أريد أن أتعلم والتعلم بالدجيتال انفايرومنت مختلفة ونحاول أن يكون الفورمات أو شكل التعلم مناسب زي ما قلت لكم لاختلافات الناس وإحتيازاتها يعني فيه لغة عربية فيه لغة إنجليزية 100% أكتر شغلة بتميز المنصة التعليمية اللي نحن عاملينها أنه نحن نحكي بالعربي مع الطلاب وكثير يعني موضوع اللغة كثير حساس لأنه المجالات التقنية بالعادة الهندسة والآي تي لما ندور على ريسورسز بنلاقي الريسورسز كلياتها بالإنجليز خصوصا إذا كانت يعني جودتها عالية فإحنا من أول ما بدأنا إنشاء هذه المنصة وإنشاء المحتوى التعليمي اللي موجود فيها حرصنا أنه ما يكون فيه أي حاجز بين المتعلم والتعلم اللي هو بده يحصل عليه فراح يلاقي مجموعة من الفيديوهات تم تصميمها من خبراء في المجال التقني اللي تم تصميمه سواء من الصناعة لأنه احنا تشاركنا مع الصناعة لما صممنا هاي المسارات التعليمية والخبراء والدكاتر اللي موجودين عندنا بالجامعة وموجودين عندنا بجامعات كمان مختلفة بالأردن فراح يلاقي مجموعة من الفيديوهات والفيديوهات مدتها أصيرة احنا منعرف الناس تركيزها يعني ما بقدر الواحد يحضر فيديو مدته ساعة فاحنا كمان كتير شغلة كانت مهمة وحرصنا عليها وإحنا بنصمم المحتوى قلنا بدنا الفيديوهات مدتها تكون أصيرة خمس دقايق مثلا من ثلاث لخمس دقايق فكرة واحدة مركزة بحضرها الطالب وينتقل الجزئية اللي بعدها هلأ إلى جانب الفيديوهات في مجموعة من المصادر التعليمية اللي بتساعد الطالب أنه يعني يمتلك هاي المعرفة ويحصل ويتمكن من المهارة اللي إحنا منطلع أنه يمتلكها وتفيده بسوق العمل ففي فيديوهات تعليمية في مجموعة من المراجع والمصادر اللي هو بيقدر يستفيد منها في أدلة كيف أنت ممكن تشتغل الشغلة بشكل عملي بتفاصيل يعني دقيقة بتخليه يتمكن من هاي المهارة بيعني الشكل كامل إلى جانب طبعا جزئية التقييم والمشاركة احنا منعرف أنه التعلم اللي بصير بالترديشنال وي أو بالكلاسلومز المشاركة مع الأشخاص اللي موجودين معنا بتأثر في تعلمنا الحوارات مع الشخص اللي بنتعلم منه هذا إشي كمان بزيد من تعلمنا فأحنا كمان على هذا الموضوع يعني ما رح يكون الحدا عم بتعلم لحاله وحاسس أنه هاي التجربة هو وحيد فيها مع المحتوى رح يكون طول الوقت مع كميونيتي قاعدة بيتعلم معها المتعلمين المختلفين أسئلتهم مشاركاتهم كمان هاي بتتري تعلمه زائد الدعم اللي موجود من الكوتش الاديوكيشنال كوتش أو الفاسيليتيتر اللي موجود معاه اللي هو طول الوقت بيجاوب على استفسارات الطلبة وبيدعمهم بيساعدهم وبيوجههم لشكل التعلم الصحيح وبيعطيهم فيدباك على المهام اللي هم يسلمونها ماي تحدثت عن موضوع الشهادات زي دورة شخص أخذ دورة وهذا أيضا بتأهل الشخص لسوق العمل في فترة متقدمة قداش اليوم مهم هاي الشهادة لأشخاص اللي مقبلين على عمل أو هنحكي حديثي التخرج أو اللي بده يتخرج لسه وقداش مهم منه الشخص أي شخص اليوم مقبل على التخرج أن يسجل بهذه الدورات ويستفيد منها اليوم بتزيد وإضافة جميلة ممكن تكون على السيفي تبعه طبعا مية بالمية هلأ احنا كمان أول ما فكرنا بـ HTUX قلنا احنا بدنا الطالب يكون عنده مجال لشكل تعلم سريع اختلف عن التعلم تقليدي مية بالمية احنا يمكن الأشخاص اللي بدخلوا على الجامعة أربع سنين أو خمسة سنين تخصص عبما يخلصهم الاشي اللي يتعلموا بالسنة الأولى يكون نسي شوي مش بس نسي يكون تغير رسوصا بالتخصصات الجديدة وبمجال الـ IT ومجال التكنولوجيا ومجال الهندسة التسارع في سوق العمل والاحتياجات سريعة جدا فنقول الأهم من أنك أنت بس تحصل على الشهادة أنك أنت يكون عندك مهارة سوق العمل بيحتاجها هذا إشيء يعني لا يقدر يمكن بثمان لما نلاقي شخص متمكن بالمهارة اللي هو بده إياها ويشتغل معانا فأول شغلة مهمة أنه المسارات التعليمية هي متخصصة في مجالات معينة فمثلا لما نحكي البرمجة على بايثن باستخدام لغة بايثن نحن نأخذ الطالب من البايسيك سكيلز بهاي طراء فروقات طبعا بعض المهارات مئة بالمئة هذا من الأشياء المهمة مراعاة الإختلافات الفردية بين المتعلمين فالمتعلم سيلاقي التدرج في المحتوى متوفر على المنصة التعليمية اللي تم تصميمها وتصميم المحتوى اللي موجود فيها فانتقل من البايسيك سكيلز وبيبدأ المحتوى يتطور ويتدرج ويصير أدفانست ويزداد يمكن صعوبة ويغطي مهارات متقدمة لحتى يقدر أنه يوصل لليفل بيقدر بعد ما يخلص المسار التعليمي أنه حتى لو ما كان متخرج من الجامعة الشهادة اللي أخذها من HVX والمهارة اللي انفلكها بقدم على سوق العمال ويقدر أنه هو يشتغل لأنه هو انفلك المهارة بشكل متخصص وشفنا قصص نجاح كثيرة بجامعة الحسين التقنية فعلا لسه هم على مقاعد الدراسة اشتغلوا فأدي مهم كمان الجامعة توفر للطلاب تطبيق العملية على أرض الواقع تشبيك مع مؤسسات وشركات بحاجة لأشغال أو بحاجة لموظفين فعلا النقطة بتشجع الطالب بأنه يطور من حاله أكتر وأكتر أنا بدي أسألك ماي هذا الكورس قدي مدته بعد قديش أنا بأخذ هذه الشهادة وطبعا هي شهادة معتمدة بنقدر نضيفها لسي في تاعنا ونشتغل بأهم مكان مية والمية هلأ احنا المسارات التعليمية المسرعة هدول احنا في عنا عشر مسارات تعليمية متوفرة على H2X عشان اتغطي كل اهتمامات الشباب بالمجالات الجديدة زي ما قلت لكم احنا تم تصميم هذا المحتوى بالشراكة مع قطاع الصناعة يعني جوه المسار التعليمي الشخص اللي قاعد عم بتعلم رح يلاقي شخص من شركة قاعد عم بشرح له مشاريع كيف تم تطبيقها وكيف استخدم هذا التعلم في حل المشاكل أو المشاريع والكيسز اللي موجود عندهم بالشركة فهاي نقطة كتير مهمة هلأ مدة المسار التعليمي كامل هي ست أشهر خلال ست أشهر كل مسار تعليمي طبعا كل طالب بيقدر يختار مسار ويقدم عليه من خلال المدة لكل الأشخاص زي ما ذكرتي كل حدا بيقدر يسجل فيها أي شعب حابب أنه يطور حاله بيقدر أنه يسجل عليها يسجل بواحد من المسارات التعليمية مدتها ست أشهر هلأ الأشخاص الذين بيقدروا يحطوا وقت زيادة خلال أيامهم هو الأيديال ست أشهر ولكن إذا أنا والله عندي وقت زيادة بقدر أحط وقت وألتزم بشكل أكبر بقدر أنهي بعض الأجزاء خصوصا إذا كنت متقدم بالباسيك لفل بقدر أني أشتاز هاي المراحل بسرعة وأخذ وقت أكبر في المجالات المتقدمة فخلال ست أشهر بقدر أنه يحصل على هاي الشهادة وبعد هيك الجامعة راح تساعد كل الشباب بفرص للتشبيك مع قطاع الصناعة عشان يقدروا يلاقوا الفرص فرص عمل صحيح مي اليوم بالنسبة للمدربين والمدرسين أو الكوتش اللي بعضوا هاي الدورات هل هم من داخل الجامعة أو ممكن يكون فيه أشخاص من خارج الجامعة وليت أطاهم هذه الدورات تحديدا وأكيد يجب حتى على المعلمين أو المدربين أو الكوتش ممكن يكون فيه تحديث مستمر من هذه الدورات وأيضا أكيد يوجد هناك مخرجات ما بعد ست شهور لهذه الدورات نتحدث عن هذا الموضوع مئة بالمئة هذا سؤال كتير مهم الأشخاص اللي يشاركوا في تصميم هذا المحتوى زي ما قلنا المحتوى دائما بتطور والتكنولوجيا بسير فيها اختلافات كتير وبسير فيه أبديتس لازم نواكبها فإحنا كل الأشخاص اللي يشتغلوا على المحتوى هم يعني بنقسمه لجانبين قسم احنا أكيد بنعرف القسم الأكاديمي مهم والتعلم اللي احنا بناخده وإحنا في جامعة الحسان التقنية كل أعضاء الهيئة التدريسية وكل الأشخاص المشاركين في تصميم المحتوى هم أشخاص عندهم خبرة في مجال الصناعة والقطاع الصناعة وقطاع العمل فدائما المحتوى بيكون بحاكي احتياجات سوق العمل فهذا جزء كتير مهم والجزء الثاني زي ما قلت لكم احنا كان في عنا من بداية إنشاء هاي المنصة يعني رؤية لأنه يتم تصميم كل المحتوى اللي موجود فيها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وبيضل هذا المحتوى يتطور بناء على شو سوق العمل قاعد عم بحتاج وكيف التكنولوجيا والتعلم قاعد عم بتطور وقاعد عم بصير في عليه أبديتس فبعض المسارات التعليمية زي ما قلت لكم رح تلاقوا أشخاص من قطاع الاصطناعة أو قطاع الأعمال قاعدين عم بشرحوا المحتوى نفسه وهذا بيعطي يعني مجال للطالب أنه هو يشوف كيف التعلم بيتطبق في كيسز حقيقية في سوق العمل وهذا بيأثر في تعلمه يعني أكبر شكل لما احنا بنقول هو خريج جديد وعنده خبرة احنا عادينا بنعطيها هاي الخبرة في مجال يعني سهل بيقدر أنه ياخدها بشكل كتير بسيط والفيدة اللي مهاراتهم عالية وسجلوا على هاي المنصة هل ممكن يختاروا الفيديوهات اللي هم بدهم يحضروها ولا لازم بالترتيب كورس معين يمشوا عليه هلأ هاي شغلة كمان كتير مهمة احنا تصميم المسارات التعليمية بـ HTOX بيقدر الطالب أنه هو يسجل بالمسار كامل أو بيقدر يختار كورس واحد من جوه هذا المسار ويسجل عليه فهاي برضو الفرصة متاحة للمتعلمين اسمعيني سريعا اليوم نتحدث عن سوق العمل وهذا شيء ممكن يزيد الطالب أو المتعلم فرصة أنه يدخل سوق العمل دراسة سوق العمل واحتياجات سوق العمل كيف مهمة في هذه الدورات تحديدا ووضع هذه التخصصات أو هذه الدورات اللي تحاكي سوق العمل التحديد وتخصصات مطلوبة أيضا نعم هلأ احنا بجامعة الحسان التقنية هذا الـ exercise منعمله بشكل دوري صحيح لما بدنا ننشأ تخصص جديد أو لما يكون في برنامج تدريبي حتى تدخلوا طلاب على تخصصات معينة طبعا عشان نكون قاعدين بنتيح فرصة للتعلم مش يتخرج الشخص إلائي حاله سواء بالبرامج البكالوريوس اللي احنا بنقدمها الطبيعي العادي اكيد أو ببرامج التدريب اللي احنا قاعدين عم نعملها زي الموجودة على H2X فدائما في عنا مجال لنقاش مع قطاع الصناع الخبراء اللي موجودين فيه وهذا اشي متضمن ضمن نموذج العمل اللي موجود في جامعة الحسان التقنية ما مننشأ اي برنامج تدريبي ولا اي تخصص الا بالشراكة مع سوق العمل والتأكد انه احنا قاعدين نطرح برامج تدريبية بتحاكي احتياجات سوق العمل حلو كتير من مجال خبرتك ماي شو اهم التحديات اللي بتواجه طلاب الجامعة بالمجالات الحديثة التقنية التكنولوجيا التطور الذكاء الاصطناعي هي يعني هو السؤال نفسه فيه الجواب انه احنا الطالب من اهم التحديات انه هذا التطور اللي قاعد بتسارع بشكل كتير كبير اهم شغلة دائما احنا بننصح طلابنا فيها انك انت تكون انت المبادر وانت اللي تدور دائما على التطور وين في اشياء جديدة حدد انت ايش المسار اللي انت بدك اياه كون عارف انت وين توجهك والفرص للتعلم كتيرة ومتاحة وموجودة بتقدر تلاقي المجال اللي انت دائما متخصص ومركز فهاي من اهم الاشياء اللي احنا دائما ننصح الشباب طلابنا وكل الاشخاص اللي يدربوا معنا انهم يركزوا عليها حكيت عن هذه الدورات ويجب على كل شخص ياخذ هذه الدورة انه يكون ذو مهارة عالية نوعا ما على اطلاع كامل بالتكنولوجيا والمؤهلات الموجودة اليوم نتحدث بخصوص انها تؤهل اشخاص ممكن ياخذ هذه الدورات او اليوم يجب اعاد النظر في بعض المناهج عشان تطور مستمر وبشكل سريع ومتسارع جدا تحدث عن هذا الموضوع وهل تشوف المناهج اليوم مواكبة لهذه الدورات او لا موضوع المناهج والكريكيلم هو موضوع كبير ولكن احنا نحكي انه الشخص قبلية للتعلم اهم نتعلم كيف نتعلم بالزبط الشخص الذي يمتلك هذه المهارة يستطيع بغض النظر كيف كانت المهارة يأخذ خطوة ويتعلم دائما مهارة جديدة على المسارات التعليمية فيها ميزة كثير مهمة انه لا تحتاج لديك المهارة بأي تخصص تأخذه على هذه المنصة نعم من نحكي من نحكي تم طرحها لطلاب مدارس يعني طلاب الصف 11 أخذوا عنا مسار البايثن وتعلموا برمجة على بايثن وكملوا الباثوي وبتتفاجأ بالنتائج وبتتفاجأ بمشاريع الطلاب انها متميزة وزي كأنهم متخرج من مجال اي تي ومخلص وبيعرف برمج فهاي ميزة كثير مهمة حتى للأشخاص احنا دائما بنقول كثير عالية فبيقدروا ياخدوا مسارات اللي فيها برمجة زي بايثن زي جعفا زي الماتلعب وبيبدعوا فيها وبيلاقوا مجالات كثير للتطبيق في تخصصاتهم وشوفنا وزارة التربية والتعليم كيف حدثت المناهج وكيف تم تغييرها وصارت المدارس الحكومية منهجها نفس منهج المدارس الخاصة بسبب التطور والتكنولوجيا اللي احنا نعيشه ولازم نواكب هذا التطور أنا بدي أسألك جيل هلأ بتحسي أنت أديه واعي وأديه متقدم وأحيانا ممكن يتقدم على الهيئة التدريسية ما بدنا يزعله منها بس فعلا في حالات كتير بتصير هل بتم إعطاء دورات لمعطيين المحاضرات للهيئة التدريسية بالجامعة لحتى يظل فيه مواكبة للتطور طبعا أكيد هلأ احنا جامعة الحسان التقنية هي جامعة يعني التعلم المستمر فيها هي جزء من ثقافة الجامعة فالتطور المهني والتعلم المستمر هي جزئية يعني ما منستغني عنها خلال تصميمنا للبرامج وخلال رحلة التعلم وخلال الفصول الدراسية ودائما في مراحل مختلفة لمراجعة الخطط الدراسية وخطط البرامج التدريبية اللي احنا بنقدمها سواء بالجامعة أو على المنصة التعليمية فهي أكيد يعني ميح جازي وانت مديرة التعليم الرقمي في جامعة حسين التقنية بنا نشكرك في هذا الصباح يعطيكم ألف عافية شكرا لكم وإحنا دائما فخورين بمؤسساتنا الأردنية اللي فعلا بنشوف حالنا فيها وين ما بنروح شكرا شرفتين شكرا شكرا